ذكريات تمر كشريط مؤلم بحسرة وألم يتذكر رشيد أحزون بعد تفاصيل أيامه خلف القطبان وحتى بعد أن أنهى عقوبته في السجن لم يجد رشيد طريق العودة بسهولة إلى الاندماج مجددا في مجتمع لم يعد يتقبله مول ما قضيت العقوبة السجنية من يخرج لقيت هذا الموج شامع صعيب واحد شوية صعيب باش ندمجه صعيب ما تلقاش اللي يعاونك فكرت باش نبدأها حياة جديدة باش نخدم على العراسي لقيت واحد الجمعية عاونوني معنويا قبل ماديا تحاولوا بنادم يخرجوا من ذلك الاكتئاب القدم ويعاولوا يصلحوا بنادم الحال ذاته عاشه بن عيسى الذي تمكن هو الآخر من الاندماج مجددا بعد أن قضى عشر سنوات وراء القطبان والآن يعمل رئيسا لجمعية الأمل لإدماج السجناء حكم تجربة لي يعني بعد الاتقال أن هذه الأشخاص كتكون عندهم واحد رسيل بيما طلب المجتمع لأنه دائما يشوفوا فيها لأنه سجين يعني مع الشركاء اللي في هذه المدينة أننا استطعنا أننا ولولي فترة محددة باش نشغلوا واحد المجموعة من السجناء وشباب واللي هما يعني بغاو يدمجون نفسهم بنفسهم تايلة ما لقنا للشغل ولكن كنعطيهنا صائح باش نحدوتها من ذاك الحالة العود صادف تواجدنا بالجمعية موعد تفقد بن عيسى لبعض المنخرطين وهم يزاولون عملهم حسب الاتفاق المبرم بين الجمعية وشراكائها من أجل مرضودية أفضل أنا قلت واحد مدة عشر سنوات السجن أخرجت المجتمع ما قبلت عليها باش نخدم في هذا أتلقيت مع الجمعية دالإدماج السجانة هما لوقفوا معي وساعدوني باش نخدم في مصباح البلدي كحارس أنا كشوجانة عدنا الحق في الحياة والحمد لله كالناس اللي سيساعدوننا في مزار كنبر وخدمين لما نحن في مصباح البلدي كحارس آمن رغم الحصرة وضياع سنوات من عمرهم تبقى آمالهم معلقة من أجل غد أفضل مع تكثيف الجهود للنهوض بأوضاعهم وضمان عيش كريم ونسيان ذكريات مريرة أضحت جزءا من الماضي لليوم على الحرة فاطمة البكاري إيموزار جبل أطلس المتوسط